السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حل المثال آخر من الكتاب الملون لتدريبات الصف السادس في إيجاد قيم الزوايا المجهولة لما نطلع قيم زوايا مجهولة لازم نفكر أول حاجة ندرس الشكل قبل هل عاطيني مثلا خطوط متقاطعة زوايا متقابلة بالرأس هل عاطيني مثلا زوايا متجمية حول نقطة لازم نشوف الشكل قبل لو عاطيني متلت لازم نشوف المتلت شال نوعه هو طبعا نيب بقيمة الزاوية هادي هادي هي أعتقد القيمة الزاوية المجهولة وهادي طبعا كاتبين سين هنا فيها اللي بيغلطوا يحسبوه يبي قيمة سين هنا بس احنا ممكن نسموها سين هو يقصد أن النقطة هادي هي سين النقطة هي سين يعني الضلح هذا اسمه يا سين المتلت هذا اسمه سين عين صاد بس فيه اللي يعتقدوا أن المجهول هذا سين بس معلاش احنا ممكن نطلعها الزاوية هادي نسموها سين نستفيده من التسمية الموجودة ونسموه الزاوية هادي سين فتوى منين نبدأ أول حاجة لازم ندرس الشكل قلت أول حاجة عندي متلت المتلت هذا شنو متلت متساوي الساقين كيف عرفتها لأنه عندي ساقين ضلعين هطلع عليهم علامة دائما المتلت المتساوي الساقين أحد يعطيك الضلعين متاع الضلعين المتساويين يغطلق عليهم زي توى هكي خطين بيضلع الثالث الثالث هو القاعدة إذن أول ما نلقى متلت يعطيني عليه زوج علاماتك على مهنة وعلى مهنة معنى هذا متلت متساوي الساقين وهذا يعني أن الضلع الثالث هو القاعدة ودي ما قلنا أن الزاوية زاويتها القاعدة القاعدة على زوج زاوية متساويات هنا وهنا وهذا يعني أن الساق الأولى اللي علاها الضلع هي اللي علاها علامة والساق التاني اللي علاها علامة وين يلتقوا يلتقوا هنا المكان يلتقوا في اسمها زاوية الرأس هذه زاوية الرأس وعلمتها لكم مرة اللي فاتت ورأت لكم إنه ممكن يكون كأنه شكل اذا اتملناها الاثقاء و هذا الشاقين المتلت منطقتين و هذا الرأس المتلت الاثقاء الاثقاء والتنقش الاثقاء و هده المتلت المتلت تنقش يكون هكي الشكل واضح عندكم هذا متلة متساوي السقين وهذه هي زاوية الرائس هذه هي زاوية الرأس. زاوية الرأس مقابل القاعدة طبعا عندي نظر زاوية تحت give her how they are كلا دقة المتلطة hand—we all these are زاوية القاعدة خيرهم زاوية القاعدة متساوية زاوية ثالثة اسمها زاوية الرأس هذا شرحت في فيديو منفصل باهي طيب نرجع للقيم اللي عندنا الزوايا لو شفناها نلقوها إنه 142 والمية وستة وإزاي وهذه لو سمناها سين هي زوايا متجمعة حول النقطة هي زوايا متجمعة حول النقطة إذن هذه زوايا متجمعة حول نقطة أقول لكم ميزوها بأن مثلا ناخد قلم ونبدأ ندور على الزوايا نلقيها تصنع دائرة إذن هي زوايا متجمعة حول نقطة كيف نستفيد منها؟ الزوايا المتجمعة حول نقطة مجموحها 360 إذن هناخد المية واثنين واربعين نجمحها مع المية وستة وشين ندير لهم بعد نجمحهم؟ النقصهم من التلتمية وستين هيعطوني قيمة الزاويا هي اللي مش من نعرفهاش لأنه 142 زايد مية وستة زايد الزاويا هي لو سميتها سين مع بعضهم يعطوني تلتمية وستين إذن باش نطلع الزاويا هذي المجهولة نجمع هذو الزوز ونقصهم من تلتمية وستين وتطلع الزاوية 112 إذن الزاوية هذي كم طلعت عندنا توها؟ الزاوية هذي طلعت قيمتها 112 هذه قيمتها 112 المية واثناشة هي موجودة وين؟ موجودة داخل هذا المتلت وهي زاوية شنو؟ زاوية الرأس وهو متلت متصاوي السقين ما زال نبه زاويتها القاعدة شرحتي فيديو منفصل كيف نطلع قيمة زاويتها القاعدة لو افترضنا أن المتلت هذا انقلت توها هكي وارسمتها بروحها نفس المتلتة هو هو بناخد بننقل هنا عبروحا شوفوا معي هذا متلت المتساويس ساقين هو نفس هذا انقلت هنا وهذه زاوية الرأس 112 وهذا هو زاوية القاعدة للوطة هم الزوز اللي هم متساويتين زاوية القاعدة وهذا هو الرأس اللي ميز بي زاوية الرأس بقاهي عربنا نحنين لما يعطيني زاوية الرأس بتنقصها من ال-180 اذا زاوية الرأس بتنقصها من ال-180 لأنه مجموعة زاوية المتلة 180 اذا هذه زاوية الرأس والرأس اكتبت فيه 180 هننقص 180 من ال-1280 هنطلع كم؟ او 68 اذا اطرحت زاوية الرأس من ال-180 طلعت كم؟ طلعت 68 68 هادي شندير لها 68 حنقسمها على 2 لأن 68 هادي قيمة منه قيمة مشتركين فيها زاوية القاعدة هم الزوز 68 تخصهم هم الزوز معناها لازم نقسمهم عليهم بالتساوي 68 نقسمها بالتساوي بين الزاوية بتاع القاعدة هادي وبتاع الزاوية هادي فتطلع كل واحدة كم قيمتها كل واحدة قيمتها 34 اقسمت 68 علي زوز علي هادو هادو طلعت هادي 34 وهادي 34 إذن زاوية تاع القاعدة كم طلعو طلعت هادي 34 وهادي 34 إذن الزاوية اللي باقي متها 34 وكي نكون طلعت قيمة الزاوية المجهولة